بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت حبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل هذه الحلقات مخصصة إن شاء الله للأجوبة على أسئلة الجمهور التي تجينا في برنامج توضيح المسائل رحبوا معي بضيفي الكريم سماحة سيد منافع الجزائر يحياكم الله سماحة سيد الله يحييكم أهلا وحب عليكم أهلا يحفظكم سعب حسين هميري وأشكركم جزيل الشكر وأشكر جميع الكادر المحترم لهذه القناة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتقديم خدمة اللهم أمين لجميع المؤمنين والمؤمنات من خلال هذه القناة المباركة باسم الإمام المهدي عبد الله وعليك ونحمد الله عز وجل ونشكره على جميع آلائه ونعمائه الظاهرة والباطنة الحمد لله رب العالمين أحسنتم سماحة سيد طيب الله نفاسكم أذكر السادة المشاهدين بالأرقام الظاهرة على الشاشة بالإمكان إرسال وسالة نصية عبر الواتساب حصرا وإن شاء الله رح ننقل جميع أسئلتكم لسماحة السيد ونوه أنه الرسائل التي توصلنا يعني ما نتأخر بالإجابة عبر الواتساب وأيضا رح تعرض الأسئلة عبر حلقات برنامج توضيح المسائل والأرقام فقط للرسائل وليست للاتصال حياكم الله سماحة سيد مرة أخرى الله يحفظكم إن شاء الله سؤال أيضا من إحدى الأخوات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال جدا طويل سماحة سيد شخص توفي وله خمس بنات وأربع أولاد أحد الأولاد استشهد قبل وفاة الأب هذا في زمن الطاغية صدام طبعا وصدام شرع قانون يعطي للشهيد حصة وهو ميراث أبيه يعني حتى لو الشهيد مستشهد أنه لازم يأخذ حصة من ميراث أبيه أعتقد هذا عكس الشرع طبعا سماحة سيد ما إلى أي حد نعم علما أنه متزوج الشهيد وله ولد وبنت المتبقي من الأولاد اللي عايشين اللي يورثون سماحة سيد ثلاث أولاد وخمس بنات بعد مدة من الزمن توفيت البنت الكبرى ولديها أولاد وبنات ثم توفيت البنت الصغرى لكن ليس لديها وريث لا ولد ولا بنت الآن الآن دار لأيب هؤلاء الورثة تم بيع الدار فكيف يتم توزيع الورث وهل يصح أن يتم إخراج حصة البنت الكبرى المتوفات وتقسيم حصتها على البقية باستثناء البنت الكبرى كونها توفيت قبل البنت الصغرى ولكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد وربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي طبعا حسب الظاهر أنه السائل متفقه من جهة أنه الظاهر من سؤاله والجواب في داخل السؤال نعم نعم أنه أولا هذا القانون الذي شرعه ذلك الطاغية في النظام الباعد لا حجية له نعم لأنه الشهيد يعطى إرث كذا هذا مو صحيح ولكن القاعدة الموجودة في الإرث بأنه المورث يعني الأب حسب السؤال نعم الأب الذي هو المورث الذي يترك تركه للورثه من مات من أولاده قبل موته لا يستحص أي حص من الأرث جميل بالعكس أنه الأب هو الذي يسترخ يرث الأبن المتوف الأبن المتوف أحسنتم فقاعدة الأرث يعني الحي يرث من يرث من الميت أحسنتم جيد فإذن هذا الولد الذي توفق بالأب لا يرث جيد بالنسبة إلى قضية البنات التي توفت من بعد أبيها هذه لها حصة قطعا في البيت في هذا البيت إن كانت على قيد الحياة فهي التي ترث حصتها فإن ماتت إن تركت ذرية ذريتها يأخذون شنو يأخذون حصتها وإذا كانت بنت أو ولد توفي أيضا بعد والده ولم يترك ذرية لم يكن له ورثه حصته تنتقل إلى الورثة التي على قيد الحياة تقسم عليهم ها التي هم أخوته وخواته ماذا نعم تقسم عليهم لأنه لم يكن عند ذرية لم يكن تزوج سواء كانت أنثى أم ذكر وإن ترجع إلى الورثة التي على قيد الحياة حسن سواء كان أبو أم أخوته طبقة ثانية يعني تنتقل من الطبقة الأولى إلى الطبقة الثانية إن كان الطبقة الأولى موجودين الطبقة الأولى هم اللي يشترثهم جميل إذا ما كان أحد من الطبقة الأولى تنتقل إلى الطبقة الثانية اللي هم الإخوة والأخوات جميل جدا أحسنتم سماح السيد طيب الله أنفاسكم ظاهرا القانون الآن في العراق رجع إلى ظاهرا هالشكل سيدنا حسب اللي سمعنا أنه حتى المتوفي من الأولاد أيضا يرث الأب لا طبعا نحن ما نمشي على هذا القانون هذا غير جائز إنما ما قرره الشر الشرع المقدس الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في بداية سورة النساء إذا الروح الراجع ونلاحظ الروايات الواردة في تلك الآيات تبين كل واحد حصته سهمة من الإرث من هو الذي يرث وكم هي حصته المفروضة له وإذا لم تكن هناك مثلا حصة مفروضة له فهناك روايات تؤكد وتبين حصته عن طريق الإرث تبينها الشرع المقدس إما عن لسان القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله والعيمة الأضخار صلى الله عليه وآله أحسنتم سيدنا طيب الله أنفاسكم بارك الله فيكم أيضا سؤال من أحد الأخوات من محافظة بغداد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا زوجي توفي قبل شهرين طبعا عمري 59 سنة وأيضا العادة الشهرية مقطوعة مني من عشر سنوات وأيضا هاجر زوجي صار سبع سنوات شنو شروط العدة هل يجب أن أعتد أم لا طبعا عدة الوفاة بالنسبة إلى المرأة المتوفة عنها زوجها ما دام أنها في حلقته يعني زوجه نعم لم يطلقها ما دام هي زوجه فتعتد سواء كانت صغيرة أم كبيرة يعني يائس لما يائس صغيرة يعني بعده ما بالغها ولكن عقد مجرد عقد صار بيناته نعم إذن هي زوجة شرعا وسواء دخل بها أم لم يدخل بها كل هذه الأم ما دام أنها زوجة يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة اللي هي أربعة أشهر وعشرة أيام تعتد وأيضا عليها الحداد في هذه الفترة يعني تترك الزينة يجب عليها أن تعتد أحسنتم بارك الله فيكم سماعة السيد أيضا سؤال من أحد الأخوات تقول أنا مريضة بمرض الرمض الخشن بالكلا وما أقدر أصوم من أصوم جدا أتألم من الصوم شن الحكم هل أصوم أو لا لا طبعا هذا شيء واضح إذا كان الصوم يؤذيها يزيد من مرضها أو يبطئ طريقة العلاج للمرض إذا هذا يسبب لها ضرر فالصيام لا يجوز لها وإذا صامت إذا صامت مع ما أنه هذا الصيام يؤذيها ويمرضها بالزايد يزيد مرضها أو يبطئ علاجها فصيامها باطل وفعلت حرام جميل جدا بأنه قاعد ضر نفسها أحسنتم لأنه النبي صلى الله عليه وآله قال صوموا تصحوا أحسنتم ما قال صوموا تتمرضوا الصيام إذا كان فيه صحة أما إذا كان الصيام فيه مرض فيه أذى فيه ضرر لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام هذا لا يجوز جميل جدا فيجب عليها أن تعطي الفدية إذا شفيت من مرضها هذا قبل حلول شهر رمضان المقبل تقضي ما فاتها من شهر رمضان السابق أما إذا لا استمروا إذا المرض نفسه إلى شهر رمضان المقبل يسقط عنها الصيام ويجب عليها الفدية جميل جدا أحسنتم سيدنا بارك الله فيكم أيضا سؤال من الأخد سارة من النجف الأشرف تقول أنا مريضة بمرض الصرع أجارنا الله وإياكم والمشاهدين الكرام وآخذ علاج الصبوح حباية يعني بدون الحباية هاي يغمى علي هل أصوم أو لا طبعا قصدها شنو سيدنا قصدها أنه هل بلء الحباية ما يفطر أو لا يعني هذا القصد لا طبعا أخو بيفطر إذا كان بإمكانها أن تأخذ هذا العلاج لأن هذه الحباية بالصلاحة هي قبل أذان الفجر خف بها ونعمة جميل يعني ما عندها مشكلة بالصياحة لاجم الصم أما إذا لا إلافت ساعة معددة التي تكون في النهار يجب أن تأخذ هذه الحبا هذا الدواء تأخذه بالنهار إذا ما أخذتها بالنهار راح يصيبها هذا الصراع أو غيرها من المرض والأغماء وكذا فلا يجوز لها الصياحة يسقط عنها وجوب الصياحة نفس السؤال نفس السؤال الرمضان السابق سبع أيام صمت ثلاث أيام بقى أربع أيام بس من جاي أصوم جاي يصير عندي هبوط سكر وأظل يوم المريضة يصير أنطفيدية مكان الطلب مكان الأربعة أيام أو لا نعم يعني أيضا هذا السؤال المشابه إلى الأسئلة السابقة نعم أيضا إذا سبب لها الصيام يعني تأذي وتألم وزيادة مرض ومثل ما تقول هبوط وتبقى يومين مريضة فيسقط عنها وجوب الصيام نعم أيضا تعطي الفدية وإذا شفيت من مرضها هذا واستطاعت أن تقضي فعليها القضاء قبل حلول شهر رمضان السابق عفواً اللاحق أما إذا لا استمر مع هذا المرض في تلك الحالة يجب عليها الفدية فقط حسن تمبارك الله فيكم سماحت سيد أيضا سؤال من أحد الأخوات تقول أكو شخص يعمل محاسب هو شخص دفع له أقصاد وكان مبلغ زيادة مقدار تقريب 360 ألف المحاسب رجع من المبلغ بعد التأكد أنه أكو زيادة بالمبلغ رجع مبلغ الزيادة بنفس الوقت طبعا أخذ 50 ألف المحاسب ما أخذ 50 ألف قم رجع 310 ألف لصاحبها لا هذا حلال أم حرام هذا المحاسب خلينا نرى خلي نرى بأنه هذا الخمسين الذي أخذها المحاسب بعنوان شنو أخذها إذا ما كو أي ضابط لأخذه لهذا الخمسين فلا يجوز أخذها نعم يعني أخذها تعتبر ليس من حق أن يأخذها إلها مالك معين إلها صاحب معين هذا المبلغ هو 360 فإذا نقص من عنده شيء هذا النقصان صار بسبب شنو هل يعترى بأنه يكسر من المبلغ الأصلي ويحاسب بها كذا محاسبة أما لا يجب عليه أن يعطي المبلغ بأكمله 360 إذا نقص من عنده فلا يجوز له أخذه فحسب الظاهر حسب السؤال بأنه في إشكال أخذ للخمسين المحاسب بعنوان شنو أخذ لازم يبينن بأنه هذه الخمسين بعنوان شنو أخذها نقص من رأس المبلغ جميل فإذا من دون حق فلا يجوز له لا يجوز له ذلك هل تعتبر سرقة سرقة نعم حسنتم حسنتم ضيب الله أمفاسكم بارك الله فيكم نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع نستفيد من أمفاسكم سيدنا عزيزي فاصل ونواصل أحبائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين نعود وإياكم مجددا لكي نكمل ما تبقى من هذه الحلقة برنامج تلضيح المسائل رحبوا معي مرة أخرى بضيفي الكريم سماعة سيد مناف الجزائري حياكم الله سماعة سيد الله يحل وبارك الله فيكم الله يحل أيضا سؤال من أحد الأخوات الأختم علي من محافظة النجف الأشرف تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل عن آلية الخموس أمري بالخمسين ولم أخمس لحد الآن نعم طبعا هذه كثير من الناس أنه يسئلون عنها نعم وعدة حلقات بيناها نعم على ما أعتقد أيضا هناك إضافة سيدنا للسؤال الآن جاي أشاهد تقول علما أني موظفة ولدي راتب شهري نعم نعم سيدنا عفوا الله يحفظكم الله سلامكم الخمس هو فريضة من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على جميع المكلفين يعني الإنسان عندما يصل إلى التكليف يجب عليه أن يؤدي الخمس كما يؤدي الصلاة والصيام والزكاة وقريب ما أنه الشابه قضية الخمس بقضية الصيام جميل الصيام مرة واحدة في السنة طيلة اطمع الشهر احنا شهر واحد شهر رمضان يجب علينا أن نصوم على كل مكلف عاقل وقادر على اتيان الصيام يجب عليه أن يصوم كذلك الخمس أيضا طبعا تسهيلا للعباد وإلا الخمس يجب إخراج الخمس في كل يوم ولكن تسهيلا للعباد خلوه على مدار سنة مثل الزكاة نعم تشبيها بالزكاة طبعا هي صحيح آية وحدة جاءت في القرآن الكريم وفرضت الخمس وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ تشتري وتبيع تلبس تأكل يمطيك مهلة السنة كاملة ما زاد على هذه الاحتياجات التي تحتاجها بحياتك عندك فت زيادة سيطلع هذه الزيادة فقط عليها يجب الخمس جميع جدا فيها يجب الخمس أما إذا أكو واحد يقول أنا ما سير عندي زيادة يعني بالمقدار اللي أنا أدخله من مدخولي اليومي أو الشهري أصرفه ما يبقى عندي زيادة هذا ما يجب عليها الخمس حسن طبعا كذلك الشخص اللي يقول أنا ما عندي طاقة وقدرة على الصيام يسقط عليه عنه الصيام نعم وكذلك الشخص الذي ليس له استطاعة على الحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حسن طبعا اللي إذا كان عنده استطاعة بدنية استطاعة مالية استطاعة طريقية إلى آخره ما عندي استطاعة فما يجب عليه الحج كذلك اللي ما عنده زيادة على مؤونة السنة يعني عنده احتياجات يأديهن يشتري ويبيع يلبس يأكل مسكن ما لبس ما شرب إلى آخره من احتياجاته يغطيها هذا المبلغ اللي عنده على مدار السنة ما صار عنده زيادة لم يجب عليه الخمس أما إذا زاد ولو مقدار بسيط هذا المقدار البسيط يجب عليه أن يخمسه جميل جدا أما إذا ما صارت زيادة فلا يجب عليه أن يخمسه فمثل أختنا المحترمة السائلة بهذا السؤال إذا كانت هي موظفة وتستلم راتب شهري لازم طبعا هذه أيضا من المسائل المهمة والنقاط المؤكدة اللي نأكد عليها قضية تعيين رأس السنة الخمسية جدا مهمة لكل مكلف يجب عليه أن يعين رأس السنة خمسية حس هذا التعيين إما أن يكون قهري وإما أن يكون اختياري جميل القهري شنو قهري أول راتب اللي يستلمه مثل أختنا تقول أنا موظفة وتعرف بأنه من يا سنة هي توظفت وأول راتب اللي استلمته بيا يوم بيا شهر بيا سنة فذاك اليوم بذاك الشهر اللي استلمت به أول راتب هذا يصير رأس السنة الخمسية القهري مالته جميل أما واحد يقول لا والله أنا ما أذكر أنا شغلي شغل يومي ما عندي راتب شهري مو موظف وما أذكر أول راتب أول أجرة اللي استلمتها ما أذكر يمته فيروح يم المرجع يم الفقيه أو وكيل الفقيه هو المرجع ويحاسب أموال اللي عنده ذاك اليوم اللي حاسب بي ويا المرجع أو وكيل المرجع اللي يرجع لمسائل الفقهية ذاك اليوم يصير يوم السنة الخمسية الاختيارية جميل هو اختار هذا اليوم ويجع حاسب به فإما أن يطلع عليه خمس فيجب عليه أن يعطيه مزين وإما أن لا أنه هذا مجرد احتياجاته الضرورية وأي شيء ما زايد عنده على مؤونة السنة مات على احتياجاته السنوية فما يجب عليه الخمس ذاك اليوم يتعين عليه بأنه رأي السنة الخمسية مات فيحدد هذا اليوم على مدار السنة إذا وصل هذا اليوم شوف عنده زيادة لو ما عنده زيادة إذا عنده زيادة على مؤونة السنة على احتياجاته السنوية يخمسه هذا الزايد إذا ما عنده زيادة لا يجب عليه الخمس جميل جدا فبعد ما يبقى مطلوب لا بزكاة الفطرة بأنه لازم يخمسها يا الله يعطيها لا يريد يروح للحاج لازم يخمس أموال الحاج لأنه عنده رأي السنة خمسية وهو في كل سنة يخمس حسنتم سيدنا فتحتل كل هذه المشاكل بارك الله فيكم الله طيب الله أنفاسكم سيدنا أيضا سؤال من الأخذ الزهراء من البصرة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم أنا حامل وعلي شهرين يعني وصار لي صار لي شهرين حامل بس إذا باليوم ما أكل أطيح يصير عندي هبوط وغثيان شنو حكم الصوم هل أصم أو لا؟ طبعا الفتوى المشهورة للفقهاء طبعا هذه الفتوى مصدرها روايات أهل البيت عليكم السلام بأنه يسقط وجوب الصيام على المرأة الحامل المقرب نعم المرأة الحامل المقرب يعني شنو المقرب؟ يعني بشهر الثامن والتاسع يعني قريب وضع حملها نعم حتى تتقوى بهذه الفترة وتستطيع أن تنجب طفلها بقوة بدنية كاملة أما في الأشهر الأولى فلا يجوز الإفطار من دون عذرين فهذا الهبوط لأله شيء عادي إذا كان شيء عادي متعارف لكل صائم طبعا يصير عنده هبوط بالسكر هبوط بالضغط ضغط الدم غيره كذا يصير عنده نحول فالشيء طبيعي هذا جميل جدا فيجب عليها أن تتحمل ذلك الشيء المتعارف أما إذا زاد على المتعارف واقعا مثلا يسبب لها إغماء يسبب لها بحيث أنه لا طاقة لها على التحرك يعني ضعف شديد هذا أمر آخر هذا يجوز لها أن تفضل جميل جدا طيب الله أفاسكم سيدنا أيضا سؤال من أحد الأخوات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز الصيام والصلاة نيابة عن والدي المتوفى وما هي نية الصيام والصلاة أيضا تقول أنا المحافظة المثنى نعم سيدنا بالنسبة إلى الصلاة والصيام النيابة طبعا جائز نعم سواء كان النائب عن الميت مماثل له في الذكورية والأنوثية أو غير مماثل يعني مثلا الميت ذكر المرأة يجوز أن تنوب عنه وتصلي نيابة عنه أو تصوم نعم والعكس كذلك مشرط أنه مماثل ذكر لازم يصير النائب ما تأيضا ذكر الأنثى لازم يصير النائب ما تأيضا أنثى لا المماثلة هنا مشرط في قضية النيابة وإذا كانت هي تنوب عن أبيها وتصلي عنه وتصوم عنه فلا أشكال في ذلك إذا ما كان عندها استطاعة طبعا الميت هذه المسألة أيضا لا ننساها الميت إذا كان أول ذريته ذكر أول ذريته ذكر يجب على الذكر قضاء ما فاته عن أبيه من صلاة وصيام وعبادات أخرى واجب على الذكر أما إذا كان لا أول ذريته أنثى هذه مواجب عليها ولكن هي تطوعا استطيع أن تصلي منها هي تريد أنه تقضي عن أبيها هذه العبادات فلا بأسه لا أشكال في ذلك تستطيع أن تقضيه النية تقول أن أنوي مثلا الصلاة الفلانية قربة إلى الله نيابة عن والدي جميل جدا نيابة عن والدي أصوم قربة إلى الله نيابة عن والدي وتعين مثلا هذه الصلاة أي صلاة وتعين هذا الصيام أي صيام مال ياسنة بالقلب هي النية قلبية تقول أصلي أو أصوم قربة إلى الله نيابة عن والدي هذه النية الله يحب طيب الله أفاسكم بارك الله فيكم أيضا سؤال من الأخ علي من مدينة بسماية أو بسماية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من سكان مدينة بسماية وأذهب إلى مدينة الكاظمية هل صلاة قصر أو تمام وكذلك حكم الصيام علما أنه أنا أحرف المسافة الشرعية لكن لا أحرف من أين تحسب أسا بسماية وين صار سيدنا لا أدري أنا لا أعرف أيضا أنا لكن إذا كانت بين المنطقة التي ساكن بها نعم إلى المنطقة التي يسافر إلىها مسافة شرعية مسافة شرعية أقل شيء تكون 22 كيلومتر ذهابا وإيابا المجموع تلفيقا يصير 44 كيلومتر حسنا يصير مسافة شرعية إذا صارت مسافة شرعية فهنا يجب عليه أن يقصر إذا كان مسافر إذا كان مسافر لكن بعض الأوقات ممكن أن يكون عمل بذاك المكان نعم إذا كان عمل وكثير من أن يتردد على هذا المكان هذا كثير السفر يعتبر نعم هذا لا يتم الآن السؤال ما لديه يقول أنا أعرف المسافة أي ولكن يقول ما أعرف أحسب يعني من أين المحدودية نعم ما يحسب من البيت عندما يريد يطلع حتى يقطع هذه المسافة مو يحسب من البيت وإنما من حدود طبعا هذا في الفتوى المشهور الفقهاء في البلاد الصغيرة نعم أما في البلاد الكبيرة لا يختلف الحكم حسنتي في البلدان الصغيرة يحسب من حدود تلك المنطقة عرفا هذه المنطقة اللي هو ما أدلها السبسماية أو الكاظمية وغيرها حدودها يعني البلدية عادة تحدد نعم يقول هذه نهاية حد المنطقة الفلانية نعم من حدودها ويحسب 22 كيلو حسنتم من نريدي يرجع أيضا يحسب على هذا الحدود نفس الشي نعم مو من البيت أما في البلدان الكبيرة بلدان الكبيرة مثل طهران في إيران نعم تعتبر من البلدان الكبيرة هذا لا يحسب من البيت من البيت من نريدي يطلع من بيته يحسب هذه المسافة الشرعية حسنتم طيب الله أنفاسكم سماح السيد بارك الله فيكم الوقت انتهى لهذه الحلقة إن شاء الله نكون في خدمتكم في حلقة قادمة الله يحفظكم شكرا جزيلا لكم الله يحفظكم إن شاء الله شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم